اشتركوا في القناة الله يحييكم جميعا يحييك ابو حاتم يحيي ابو عبد الرحمن يحيي ابو سلمان يحيي ابو علي في هذا المركز اللي يشع منه الخير والرحمة والإحسان والفضل من أهل الفضل وهو معرض وقف الرحمة واش تقول يا ابو حاتم الوقف الرحمة والمتابعي بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله يقول الله سبحانه وتعالى وما أنفقتم الآية من شيء فإن الله يخلف فإن الله يخلف نعم فالله يخلف عليك ويقول صلى الله عليه وسلم لأصحابه أيكم أحبوا إليه ماله ما كان معه وما كان من غيره قال لا ما كان معه يا رسول قال فما قدمه فهو معه وما أخره فهو لوارثه نعم ويقول صلى الله عليه وسلم المؤمن تحت صدقة تحت ظل صدقة يوم القيامة يقول صلى الله عليه وسلم أنا وكاف اليتيم كهاتين وأشارب السببة الوسطى يعني كثير كثير والله المنافع اللي يوم القيامة تحتاجها الحسن الوحدة يوم القيامة يحتاجها بسبب هذه الصدقة وربما هي تنجيك بعد الله سبحانه وتعالى أذكر واحد يعني من الأخوة يقول جاي من المخبز ما معين الخبزتين بس أبغى أن قذبها عيالي فيقول إذا بمرأه وبنت أتك فأطناها فيقول أعطيته إياه فيما بعد أرزقها الله سبحانه وتعالى فيقول أنا رأيت حسناتي تتطاير يعني يقول أنا أنفك يعني حينما جاد الله عليه فيقول أرأيت حسناتي تتطاير فخفت رؤيا فإذا بالخبزتين تجي فتنزل فترجع بكل لا يعني رأى رؤيا بالخبزتين هذه نعم فكل ما تنفك والله ستجدهم القيامة ويكون حرز لك من النار يا رب فأنت خمس صلوات فاليوم قال له الله أكبر يا ربي أسألك الجنة وأعوذي بكم بالله الصوت يا محمود يا عمران الصوت الصوت معي معي عندي أنا عندي في يوم القيامة لا تقول هذولي فيهم هذه مصرحة من وزارة الشؤون الإسلامية هو من الدولة لها سجل ولها كل شيء فلا يلعب عليك الشيطان الشيخ سعيد المسفر يقول ما كان معي إلا خمسمائة ريال فنويت أني أنفقها لفقير أمامي فقال الشيطان لا خمسمائة ريال أبو أنس خليها عشرة ريالة قلت عناد لك أخذ خمسمائة ريال والله يرزقني فيقول رزقني الله أضعاف أضعام أضعام من الله يوفقنا لما يحمد وارضع أنا عندي أبيات بس والله ما أدري عدم عن الصدقاء وعنا أنا اليتيم أسألهم هتها إيه والله تضل أسأل الله عن يتيم أسأل الله الحقيقة يا أخواني أسأل الله أني يستخدمونه عند بطاعته وهذه فرصة مع الرواتب ومع السلامكم ومع عشاتكم يا أخواني تخصصوا منها شي ينفعكم عند مولاكم تبرعوا الآن لو بمية لو بميتين لو بثلاثمية لو بقيمة سهم ميتين وخمسين أو دعوها عند جبار السموة والأرض سيخلف الله عليكم وابشروا بصلاح الذرية وابشروا بصلاح النية وابشروا بشفاء داووا مرضائكم بالصدق يا أخواني وابشروا بالنور في الأرض ويوم القيامة وابشروا بساعة الصدق وساعة الرزق والله يا أخواني إنما هذه الأموال فتنة لنا والله يختبرنا بهذه الأموال يا أخواني فأروا اللهم من أنفسكم خيرا قدموا أرقام الجمعية قدامكم ادخلوا على مباشر في الراجح أو في أي بنك واختاروا التحويل واختاروا جمعية خيرية واختاروا جمعية تلبر وخدمة اجتماعية اختاروا جمعية عروة ثم اختاروا حساب الوقف الخيري وتبرع بسهم سهمين بما ينفعك بما تجود به نفسك وعند الله ضعف مضاعفه إذا قبره الله منك أبشروا الله بالخير لا تطيعون الشيطان أو النفس الشحيحة أو البخل ترى الشيطان يعدكم البخل والفقر والشح والله يعدكم بالغناء والبركة والرزق يقول لو كان تدفع ريال تكفلون اليتيم لو كان تدفع ريال تكفلون اليتيم من يكفله يدخل الجنة بجنب الرسول تبرعك سوف يبقالك رصيد مقيم تبرعك سوف يبقالك رصيد مقيم يوم القيامة بظلك في نهار يهول حذرة توخروا تندم يا الرفيق الحكيم في جانب الحق يا رجال خلك عجول في جانب الحق يا رجال خلك عجول من قبل ياتي عليك الموت وانت السقيم إلي لها دخلت القبر معادي فيها قبور إلا دخلت القبر معنا يقبل اللهم صاحل سانك واعتلشانك والله يجعلنا وياكم من يرحمون اليتيم يرحمون الضعيف يرحمون المحتاج من فوقنا وياكم الطاعته إيش تقول يا أبو عبد الرحمن كتبت السليم ولا سقيم لا يقول إلا دخلت القبر من قبل يأتي عليك الموت وانت السقيم يعني أنت مريض وأتاك الموت لا قدم قصد لو قلت وانت السليم من قبل يأتي الموت وانت السليم يعني فجأة قصد أبلغ بالمعنى هذا عدراوي وناضح وانتشعر أنا ما لدخل إيش تقول يا أبو علي أول شيء نشكرك على تبرعك لصديقك الحلافي الله بيض وجهك والله أنا يا أبو علي إنها أبرك هدية أحيانا نهدي بشوت ولا نهدي سيوف من ذالي الزينة يمكنني أخذ الواحد تشاف المستعداء لكن ذالي يهدي سهم لصديقك يا أخواني والله نطيب هدية والله إن الرجال هذا طالت أعماركم صديق وافي وما نجلم بعدها الحقيقة وعشنا زي الأخوان إننا إحنا والعائلة هذه مثل الأخوان لكن السالف اللي اليوم ثم تأثر عليها فحق التعكر مزاجه كله قلت ما عندي أجمل مني أقدم له هدية هذه الجمعية فأنتو تقولون في الآخرة لا والله إنه في الدنيا والآخرة صحيح القرش اللي تنفقها فيها هابا وبها وبدأ هذه تنتهي في الدنيا صحيح لكن ما هذه اللي انتو تقدمها لله أقسموا بالله عليها مرار وعشر مرات ليه؟ لأن كثير جربناها ما فيها حاجة قال إنه يجي تعويضها في الـ 24 ساعة لأنه ويتبها ما عند الله صدق وفي الآخرة في بنك لا يضيع شيء بل ينميها صدق تحط عند الحين عشر تلاف ريال في البنك كلها خمسمائة ريال في السهم وتنساها حيانا تنساها ما تدري تقول له الله أني حطيتها ما تدري تيجي ولا ما تيجي وخلاص تقعد بعد مدة لا متصلون بك يقولوا أنت رأيك عندنا عشرين ريال ما بالك رب الأرباب وعندها الحسنة بمعاب عشرام ذالها إلى مئة ضعف إلى مئات الأضعاف فلذلك إحنا نقول قدم لنفسك في الدنيا فبشربها في الدنيا وبشربها في الآخرة والله راحة والله بركة والله رحمة نجاح توفيق هدوء سكينة كل شيء الحمد لله يا رب فأسأل الله أن يجعلنا وإياكم المنفقين اللي ما ريدون للي ما عنده وجهة الله سبحانه وتعالي يا رب يا رب يا رب وبعدين يا أخواني ما مثل الكلام إذا تبعه فعال كلنا ذلك نقول إحنا إن شاء الله ندوله وإحنا ندول الخير إحنا صدقوا هذه الأقوال بالأفعال وأول اختبار إنك ترديدك الجوال كلما أخبارك تقول هذا لله تعالى ولا لا يا أبو عبد رحل صحيح صحيح هاي طعمرك فيه إسرة يقولون إحنا أيتام وكانت قيمتنا لنا أمنا واخذها الله توقفها الله سبحانه والعائلة الكبيرة فيهم بنت مرأة تقول صرتنا أكبر هم صرتنا ما سويتنا أنا أخواني تحملت اللزمة معنا السيارة أنا قد حانا تقول حنا طليعنا تمشينا جينا راجعين بس تمشينا بدون شي ما معنا شي لا من البقالة ولا من شي ولا ما معنا فلس تقول حنا جاي الراجعين قلنا بنحلي طلعتنا لمر البوفية نبنخذنا منها شي تقول مرة البوفية تقول شفت اللي معي مدر خمسة ريال عشر ريال واختي معها ثلاثة ريال مدر ربع ريال جلسنا نجمعها نبي نشتريبها ياخذوا الحلق لا يبي يخذوا لهم بوفية تقول جمعناها لأنها ما ما كملت ممكن خمسة عشر ريال ولا قربتها ولا شي نعم مستعب تقول حنا نجمعها في سيارتنا إلا جاينا الله وعلا من حديثين اللي يشرح لهم وضع نعم مستعب إنه ما مكل وإنه 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 وإنهم قابل إنه يحتري أحد يطيع عشان يشتري لا إله تقول وحن لو الله ما 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 تكفينا بكاثرتنا اللي بنجيبها خمسة عشر ريال تقول لقلنا خلاص خلنه نقطي بيرزقان الله يتقول عن نقطي ونحرك تقول ما عندنا شي مرة حتى عشان حتى شي مرة ما عندنا شي تقول لنروح بيتنا تقول ما دخلنا بيتنا خدنا نيمكن وحن جاء المغرب حو المغرب جاء إشاء إلا دقتها الجرس علينا دون اقطعتنا عنها كالمرة لها جيبت لها الف ريال قالت هذه تراها تراها أخذتها من أم لا إله إلا الله أخذتها من أم أخذتها عندي ما وجدتها يعني ما وجدتها والحين الله جعبها وهذه الله أكبر يا أخي الله الله يخلف في المنشة سبحانه وتعالى يا أبو سريمة ذا الحين اللي جي تصدق يا أبو سريمة جينا نتصدق كأن نحب الماء الناس يجب لهم على حب الماء نقعد الصالح اللي شروكم ولا نزكي على الله أحد ما يقول لا لكن شو قل ميده ويدر قال لأن المؤمن بيعي لكن يقول أصبر ما هو ذا الحين يعني ذا الحين يمكن أنا وياكم يمكن طارعا نقول لو طلعنا بنت برع تعالى نطلعنا بين السنة ننسى ونقعد ننسى وش الأولى على الإنسان يا أبو سريمة والله يا أخي الأولى المبادرة في كل الأعمى حتى الصلاة طلع منك إلي أدى روح المسجد سارع وإلى مغفرة من ربك وجنة عرضاء السماوات الله أطفل وإحنا أظن اليومين هذه بالذات يا طلع العمار معنا راعت وإحنا راعت بخير أعطى الحمد لله فلذلك هذه فرصة سعيدة الآن يا طلع العمار حد لأنه إلي كان الشيء موجود ترى حتى النفس طلع منك وحتى أن الله يبارك فيه تند وطلع منك لأن أحيانا طلع منك كلنا كل إنسان هذا الكمال لله لكن يا طلع العمار لمن تشوف أن مثلا طلع منك إنك تقدم من هذا لأنه طلع منك الرسول صلى الله عليه وسلم الله مسترسى وفيه محكم بالكتاب طلع منك ما قال رسول ما ينقص المال من صدقهم بل تزده بل تزده كم قال ممكن ثلاثة إلى أربع مرات صدق عمرنا شوفنا المطلق اللي شروعكم أنه أفقر لا والله ما أفقر ولا والله أنهم فيه زود وإن كان ما هو فيه زود في اليد فيه زود ساعة تفتح يا سألة والله من جد صدق تب والله من جد يعني طلع منك لا تتفكر طلع منك لتقولني أنا بتصدق مني ما جالي أعوض ما شفت يحس بسعادة داخلية لا يعلم بها لله شوف يا أخي لو أعطيت له أهلك في البيت ولا ورعانك ولا كذا تبرح تبرح وقال لك شكرا يا أبوي ولا قال أتم العيال الله يبيض وجهك ولا يا زين هزينة عزيز شروعكم نخاك في بيتكم وقضيت حاجته وقال الله يبيض وجهك يا زين هزينة الله يبيض وجهك يا عبد الرحمن ويتحس كلا شراحه وساعة خافه والله يا أخواني فالدنيا هذه من تجربة يعني ما هي من طلع مركاب وكلنا ذلك الإنسان اللي يحتاج ولا في أحد ما يحتاج هذا لكن يا طوال عمار المطاليق هذول اللي طلع مركاب نخوكم ونصوكم يا طوال عمار لا تخيبون رجاهم بعد الله سبحانه وتعالى أبشروا بالخير أبشروا بالخير الله أنه يستخدم يستخدمكم في طاعته ورضاه ويجعلنا من المسارعي ويجعلنا من السباقي ويجعلنا من الأولي ويجعلنا من الأولى هل إلا دعيه لعمن غانم ولا شيء يرضي الله ورسوله ولا يجعلنا من المسارعي يجعلنا وياكم كلنا من هنب شربي هل أولا يوفقنا وياكم يستخدمنا في طاعته أرقام الحسابات قدامكم على الشاشات والباركود قدامكم والمسالة بسيطة 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 لكنها عند الله في الميزان كبيرة لا يردكم الشيطان ولا النفس اللي توعدكم بالشح عن طاعة الله تقدموا وتصدقوا وحطوا لأنفسكم في لوحة الشرف العظمى مكان سجلوا مع الناس يا أخواني سجلوا لقى ميدان خير لقى ميدان تسابق للعلم الغانم سجلوا أنفسكم يا أخواني كم والله من جمعية انتعرض عليكم كم والله من مقام خير ان يعرض عليكم وتتركونها وتفوتونا حتى ترى في ناس مفقهم الله ما يفوتونها مرة من يوم يجي يعطي لو ما في حساب العشر يقال ودها عشرين ريال خمسين ريال مئة ريال حط هنا ويجعلنا وياكم مسير عين ويعيننا على أنفسنا ويعيننا على الشيطان ويعيننا لكل علم الغانم اليوم كانت حلقة جميلة وكل الحلقات يبشركم من فضل الله علينا من فضل الله تعالى ثم جهود أخواني اللي معي الله يبيضوا جيهم كلهم حلقات جميلة رائعة نسأل الله أن نكون قدمنا فيه ما ينال على رضاها لنا أول شيء ثم يجملنا كمجتمع نشكو ضيفنا لهذا اليوم أخويا أبو حاتم الغبيوي وبإذن الله تعالى إننا في الأيام القادمة أيضا ننسق معه في زيارة أخرى لنا ما نستغني عنه والله يبيض وجهك شكرا على قبل الدعوة يا أبو حاتم الله يسلمك يا أبو عبد الله ولي طلب عندكم نبشر عندكم تعشون عندي الليلة أنا طالبكم واجب الواجب لك يا أبو عبد الله ولا أخواني أعتبرهم يعني أهل محل مقيمين فالواجب لك أنت يا أبو عبد الله الله يجعل والديك في الجنة والله أنا عندي ارتباط حتى القناة ما أنا بطالع منها أبا أختم من عندكم وبارح في حد الغرف في القناة وبا قيل عندي برنامج برضه في القناة ساعة خمسة الأصر مع ناصر الغامدي وما أصل ذا الليل وسأل الله أن يجعلنا وإياكم نبدا وجهك البيت لنا وانت لنا وحاتم منكم خبور وعلمك غانم والبيوت لنا والله يا نص جماعتي ما جيتهم من عدم الوقت لكن من عزم فقد أكرم الله يبا قد وجهك وقبولك دعوتنا وقيت كلنا من هذا كل مكان البعيد إلى العمارية كلها رضاء لجمهور البداية وتعنيت السفر هذا عندنا كرامة أنت بيض وجه يا أبو حاتم من يسلم شكرا لك يا المطلق إن شاء الله برضو توعدنا بخلي الشباب يلسقوا معك لأيام القادم برضو تشاركنا والله يحييك هذه قناتك وقنات الطيبين شرواك شكرا يا أبو عبد الرحمن شكرا يا أبو سليمان شكرا يا أبو علي فأنا أنتوا شركاء معي في هذه الحلقة في هذه النجاح أنا بدونكم ولا شي يعني أنا ما أتصور بيت الحكمة بدونكم يلوفي الله يبيض وجيهكم الله يبيض وجيهكم نلتقيكم إن شاء الله بكرة الأربعة بكرة إن شاء الله عندنا حلقة أيضا مميزة وضيفنا المعتاد هو الدكتور الشيخ عائد بن عبد الرغرني وإن شاء الله ترقون حلقة مثرية وجميلة وأيضا بكرة معزبنا ومكرمنا أخونا مني في الشويب المطير أبو عبد الرحمن الله يجد عليه كثير خير وطيمة غريبا عليه ولا أمطي حران نواضر الله يجد عليه ويكثر خيرهم وجميع قبائل المملكة يا أخواني إن مدحنا قبيلة فإننا نمدح هذه الأمة كلها يا أخواني يوم السبت بإذن الله تعالى هو يوم مخصصينه لفلذات الأكباد للأبناء والأحفاد تعلموهم من الآن الله يعينكم على اللي عند أحفاد واقيد وعيالي عين على المشاكل كل واحد يقول بيجي وترانا مجهزين لهم حفلة ومجهزين لهم ترطح ما هذه ترطح ومجهزين لهم كاكات ومجهزين لهم هدايا لا في الصباح وكل واحد منكم العدد يمكننا نقصه أعاد بكرة أعلمكمكم العدد اللي نقدر عليه اللي يستوعبه وبأعلمكم بالترتيبات إن شاء الله بكرة الله ينفقنا وإياكم الطاعته نترككم في رعاية الله وحفظه على أمل لقابكم إن شاء الله بكرة في نفس الوقت والمكان وأنتم بحسن حالوحنا كذلك في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراً يلوميا اشتركوا في القناة